السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التباين في القياس variation لما كن بقرر القياس أكتر من مرة هيطلع مجموعة أرقام الفرق بين الأرقام دي لو كبير هيبقى فيه شك في مجموعة القياس وفي سيستم القياس بشكل عام وللقيام اللي بقسها قريبة من بعض هيبقى فيه ثقة أكتر في النتائج اللي بحثوا عليه بيتم التعبير عن التباين بأكتر من صورة أول صورة هي المدى range المدى هو الفرق بين أكبر قيمة وأقل قيمة حصلت عليها تاني صورة من صورة التباين هي variance variance بتحسب أن بجيب قيمة كل نقطة واطرح منها قيمة المين أجيب التربيع بتاعها أجمعها على النقطة اللي بعدها موقس المين تربيع وهكذا وهكذا لحد ما أغطي كل النقط وأسمها على n-1 لأن هي عدد النقط وبطرح منها واحد اش معنى بطرح منها واحد؟ لأن بقيس عدد محدد من النقاط أنا بقيس sample ما بقيسش population في حالة أني كنت بقيس population كلها هأسم على n تالت صورة من صورة التباين هي standard deviation الانحراف المعياري الانحراف المعياري مهم جدا ومن أكتر الحاجات اللي بنستخدمها في measurement uncertainty الانحراف المعياري هو الجزر التربيعي للvariants يعني نفس اللي عملته في الvariants أجيب النقطة أطرح منها قيمة المين أجيب تربعها أجمع المربعات أقسمها على n-1 تحت الجزر التربيعي ده قيمة standard deviation standard deviation يسمى standard uncertainty فلو عندي component واحد للuncertainty standard deviation هو التعبير عن uncertain صورة أخرى standard deviation اسمها standard deviation of the mean زي ما فهمنا من حسابات ومن حسابات standard deviation إن أنا بحسبها لكل individual point كل نقطة بتبعت فين عن المين طيب لو أنا عاوز أحسب standard deviation للمين إزاي يعمله؟ مفروض إن أنا زي ما حسبت المين وجبت standard deviation لمجموعة من النقاط أكرر العملية لنفس النقاط عدد كبير من المرات ولكل مرة هجيب لها المين وأجيب لها standard deviation والمين والstandard deviation وهكذا فبقى عندي مجموعة من المين فجيب المين للمين وساعتها هيعبر عن total sample في الواقع هيبقى فيه إعادة كتير جدا لعينات ندخيل إن أنا بعمل عشر عينات فهكررهم كمان عشر مرات عشان أجيب عشر means وعشر standard deviation ساعتها هيبقى الموضوع متعب جدا standard deviation of the mean بتحدى المشكلة دي بإيكوشن سهلة جدا قيمة standard deviation على جزر إن هي standard deviation of the mean ودي أحد الصور الهامة جدا واللي هنستخدمها خلال هذا الكورس إم تستخدم standard deviation وإم تستخدم standard deviation of the mean بمنطقة البساطة زي ما بعبر عنه قيمة لو بعبر عن individual value فساعتها هستخدم standard deviation لو بعبر باستخدام مين فساعتها هستخدم standard deviation of the mean عشان نطبع حسابات الـ variation بأدينا نفتح ونبص عن النتائج دي قدامي مجموعتين من الأرقام نتائج الاتنين الاتنين حللوا ومتوسط النتائج المين واضح إنه هو واحد يعني متوسط النتائج في الحالتين واحد نشوف قياسات ونشوف هل فعلا قياسات الاتنين كان شاهدها بعض ولا لا نبدأ أولا بحساب المكسيمم والمينمم المكسيمم هيتحسب إزاي equal sign max max نفتح قوس نختار range القياسات نقفل قوس enter ده المكسيمم ده أكبر رقم حصلنا عليه في القياسات في الحالتين بحساب المينمم equal sign m-i-n نفتح قوس نختار range القياسات نقفل القوس enter هيتديني المينمم في الحالتين لحساب range بنترح طرح جابري maximum ناقص المينمم هيتديني قيمة range المدى اللي بتتحرك في القياسات في حالة الاناليست اي وفي حالة الاناليست بي لحساب الvariance مش هنحسابه بالطريقة التقليدية اللي هي احنا مش هنجيب كل نقطة ونطرحها وينفع نعمل كده ولكن الexcel في فانكشن سهلة جدا equal sign var var نفتح قوس نختار range اللي بنقص في نقفل قوس enter اديني الvariance في الحالتين الاناليست بي هنحسابه بطريقتين اول طريقة هيساوي الجزر التربية للvariance equal sign sqrt نفتح قوس نرفير للسل اللي فيها الvariance نقفل قوس enter اخدنا الاناليستاندر مش في كل مرة مضطر ان نحسب الvariance عشان نحسب الاناليست الاناليست الاخسل فيه فورمولا لحساب مباشرة equal sign stdv نفتح قوس نختار العينات اللي نقصتها نقفل القوس enter كده هتسبت الاناليستاندر اكل حساب اخدناه هو الاناليستاندر في زمين equal sign هنرفير للسل اللي فيها قديمة الاناليستاندر زي ما احنا شايفين القياسات كان عشر قياسات هنقسمها على الجزر التربيعي لعشرة في حالة الاناليست ايه وفي حالة الاناليست بيه حالين قدامنا القيم اللي خدناها في الحالتين واضح جدا ان الvariance مختلف واضح جدا ان فيه مختلف ما بين الاناليست ايه والاناليست بيه وده يقول لنا قد ايه كل الاناليست فيهم كان بريصايز اكتر من التاني واضح في حالة الاناليست ايه ان النتائج كانت اقرب لبعض فالرينج كان اقل فالstandard deviation كان اقل الvariance كان اقل والstandard deviation وفزمين كان اقل في حالة الاناليست بي كان كله العكس كان كله اكتر كان ال elimination اكبر الفرق من اصغر قيمة اكبر قيمة اكبر كان الvariance اكبر ال CV اكبر في الفيديو ده تكلمنا عن التباين وشفنا إزاي ممكن يكون فيه تباين في القياسات بيفرق كتير اتكلمنا عن الرينج اتكلمنا عن عن المزيئات تكلمنا عن Savness اتكلمنا عن Savness حسبنا كل ده باستخدام وشفنا إزاي هبينتطبقوا في الحياة العملية شفنا إزاي ممكن يكون العينات لها نفس المين نفس المزيئ ولكن الأنسرتين تختلفت نشوفكم دايما على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته